السلام عليكم مرحبا بكم على قناتي بيت ماملكة ان شاء الله تكونوا باحسن احواجتكم اليوم مصفى جد رائعة اللي كيحبوها الكبير والصغير اللي هي شاورمة سبق لي يطلبوا مني العديد من الاخوات اليوم حبيتنا ماليكم على الطريقة اللبنانية كتجي رائعة سريعة تحضير مكوناتها متوفرة لكل بيت والنتيجة كتجي رائعة والاهم من ذلك انها محضرة بالبيت الى حبيتوا تعرفوا كيف شاملتها معكم ان تتابعوا الفيديو الاخر ولا كنتوا اول مرة كتشفوا قناتي ما تساوش تشتركوا فيها وكذلك بالضغط على الجرس بشيك سبقكم كل ما هو جديد والان ما علينا انخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة للجميع لعمل الشاور ما احتجوه للمكونات الان بدأوا بسم الله على باكة الله بصلة مقطعة انصاف طماطم مقطعة انصاف كوب صغير من زيت النباتية ما يعادل 150 ملي كوب زبادي او لبن او يوغورت بدون نكهة وبدون سكر قليل من الحر او الهريسة ملعقة صغيرة من بابريكا التحميرة ملعقة صغيرة من القرفة خمس اوراق نعنى نصف عصير حامضة ملعقة صغيرة كامون ملعقة صغيرة من كزبر اليابس اي المجفف ملعقة صغيرة من زنجبيل سكنجبير ملعقة صغيرة فلفل اسود على حساب الضوء ونصف قشور الحامضة اللي سبقنا اصرناها ست حبات خمس حبات من الهين والقرنفل وورق الغار حبة ورق العيم كنكم تكثروا على حساب كمية اللحم واربع فصوف من التوم اللي بشرتهم سبعمائة جرام من اللحم الديك الحبشي او اللحم او الدجاج يمكنكم تستعملوا اي لحم انتم حابين انا هنا استعملت لحم الديك الحبشي يمكنكم تعاوضوها باي لحوم انتم ما بغيتو كل ما كترتوا اللحم كل ما كتزيدوا من البهارات شوية ومنزوش خبز ترطيلة اللي ضروري يكون في هاد الأكلا سبق لي عملتوا بدقيق الضورة كيجي لذيذ وصحي بزاف ان شاء الله نحط لكم الوصفة لاحقا اول حاجة مدو فيها ناخدوا مقلات فوق النار نقومو بوضع هاد المكونات القرنفل والهيل وورقة السيدنا موسى اي ورقة الغار نقومو بتقليبهم شوية على درجة النار مهيلة باش يتحمسوا وهد العملية كتخليهم باش يطلعوا انك هدياتهم في اللحم اللي غنعملوه هد العملية جد مهمة باش تعطيو طعم للشاورمة يمكن لكم تكترو هد المكونات على حساب كمية اللحم دون نحركو دون احتراقهم يعني بشوية ونطفعو عليهم ونحيدوهم جانبا ونكملو باقي الخطوات الآن غنناخدو طراب الكهربائي الخلاط الكهربائي غنقوم بوضع البصل مش ضرورة تقطعوه كتير لانه كل شي غدين فارن كذلك الطماطم مكونات بالكامل تقريبا دون البهارات نقوم بوضعوه في الخلاط كذلك توم نعنع كيعطيه حد نكهة جد مميزة قشور الحامض كذلك كلكم تعملو قشور البرتقال معاهم حتى وما كيعطيه طعم مميز عصير الحامض والزيت النباتية ونسكروا الطحانة الكهربائية ونقوم بفرم المكونات بالكامل حتى نحصلوا على خليط كريمي بهذا الشكل هذا ونقوم باقي الخطوات بعد ما تحنى الخالط جيدا غنقوموا بإضافة المكونات اللي بقي ما عملناهاش هذا هو الخالط كيجي خالط كريمي كيف كتشوفو مطحون جيدا هاد العملية جد رائعة وهاد طريقة هي الصحيحة اللي كعملوها المشارقة في تتبيل الشوارما اللي كتعطيها طعم مميز كذلك الأطراك معروفين بالشوارما إن شاء الله مرة تانية نعمل لكم طريقة خاصة بطريقة الشوارما التركية هي مغيرة على هاد الشوارما الشرقية نقوموا بإضافة اللبن باش نذكركم اللبن ضروري يكون بدون نكهة ومن غير حلو يعني يكون من غير سكر نوضعوا المكونات بالكامل والغار والهيل واللي حمصناهم القرفة كذلك زنجبيل الكمون كيف كتشوفوا المكونات يعني سهلين ومتوفرين في كل بيت والنتيجة كتجيب طبيعة الحال رائعة القزبر اليابس المطحون الكمون والفلفل الأسود يمكنكم تزيدوا أو تقلوا على حساب الرغبة بطبيعة الحال أنا عملت ملاقة صغيرة غير مملوئة نقوموا بخلط المكونات بالكامل حتى نحصلوا على خالية متجانس ومنسوش الهريسة الحار تعملوه أي نوع الحار انتم اللي حابين كيف كنت تصغنوا على هاد العملية للي كنتوش حابين الحار أنا عملت بس القليل وإضافة رشة من الملح فقط رشة من الملح ونقوموا بخلط المكونات بالكامل وتكون تتبيلة صار جاهزة كيف كتشوفوا سهلة ما كتاخدش وقت وصريعة التحضير من بعد ما حصلنا على هاد التتبيلة الرائعة الريحة ديالتها رائعة يعني جد قوية بهاد البهارات اللي كتخلي الدجاج طعم مميز والشاور ما كتجيكم ناجحة بيتية ورائعة بامتياز نقوموا بإضافة الدجاج أو اللح ممكن بقيت ليكم ممكنكم تعلموا أي اللحوم اللي انتم ما توفرين عليها ونقوموا بخلط المكونات جيدا حسنا نتأكدوا أنه كل حبات الدجاج يعني يخطو حقها من البهارات وتقطيع ديالهم سيسمك جيكم يكونوا على شكل طولي ورقاق باش تسرع من عملية الاستواء وهنا فاش خلطنا المكونات بالكامل معلية إلا نغطيها بالبلاستيك الغدائي طبيعة الحال ماضيش نستعملها دابة ضروري يخصت وقت كافي باش الدجاج اللحم يشرب كل البهارات اللي عملناها وياخد حقه في هاد البهارات باش تحصلوا على النتيجة المطلوبة والمرغوبة يمكنكم تعملوها بالليل وتخليوها الصباح تعملوها في الغداء يمكنكم تعملوها في الصبح ست ساعات تخليوها أنا عملت الصبح باكرا وعملتها في وجبة الغداء ويستحسن تعملوها قبل بليلة باش تجي طعمها أطيب أكتر بطبيعة الحال كل ما خليتوا أكتر كل ما كتكون نتيجة أحسن هذا هو الشكل دياله حبيت نصور عليكم من قرب باش تشوفيها نتمنىكم تجربوها الطريقة جد رائعة بصراحة يعني أكتر من رائعة كتجي لديدة بزاف كيف يخرجتوه ما كتاخدشو هذا الوقت والمكونات سهلين أنا باش خليتها وقت كافي تقريبا خمسة ساعات حطيتها في التلاجة بطبيعة الحال أي المبرد من بعد نقوم بوضعها فوق هذا صينية الفرن أي إناء اللي قابل لدخول الفرن تعملوه تحطو تحطو قطع الدجاج بدون السوائل الصلصة يعني ما غدش تحطوها تحطوه فقط قطع الدجاج لأنه الدجاج تشرب البهرات كلها يعني ماشي بحاجة تحطو الكل في الصينية نقوم على هذه العملية سنكمل الدجاج بالكامل هنا فاش حطيته بالكامل هذه الصلصة تبقت لي غن تخلصوا منها يعني مش بحاجة لها لأن ناخدين منها البهرات اللي بغينا تشرب جيدا ايش قلت لكم تخليوا الوقت الكافي باش تشرب المكونات بالكامل الآن معلية إلا نحطها في الفرن على درجة 180 درجة حتى تحسوها تحمرت وغطلق المدية لها من بعد خرجوها بسرعة كين طابق من 20-30 دقيقة والآن نقوم بتحضير الصلصة المرافقة لها اللي أنا معتمدة عندي في كتير من الأكلات كتجي خفيفة ولديدة بصراحة وسهلة أنا أخذو علبة زبادي لبن فصل من التوم ملعقتين من الطحينة رشة من الملح وملعقة صغيرة من الحامض طبيعة الحال كتزيد والكمية على حسب كمية اللبن اللي انتو ما عامنينه كتجي خفيفة في الشاورمة وما كتجيش تقيلة وأحسن من المايوناز وهات الصلصة جد مميزة تمنكم تجربوه تردو عليها كتجي لديدة بزاف هنا غادي نرفقها مع الشاورمة إن شاء الله حطيت المكونات بالكامل وقوم بالخلط المكونات الطحينة كتعطيها كذلك الطعم وكي اللي كيعمل في الشاورمة فقط الطحينة كيقولولي اسميتها تراتور تقريبا فقط الطحينة أنا كان نفضل استعمال خليط ما بين اللبن والطحينة باش مجيش تقيلة كيف كتغفو السمسل السمسم دهني كتير وكي يجي تقيل شوية لهذا يستحسن تبضعوا معه اللبن الآن معنا إننا نجهزوا المكونات اللي غنقدموها مع الشاورمة خضر مشكلة يمكنكم تعملوا أي مكونات انتم بسوفرين لها بالبيت هنا عني إيشو أي الخيار المخلل بصل جوانح الطماطم والقليل من السلطة والسلط اللي عملنا من دابة وبطبيعة الحال خبس الطرطيلة اللي سبق لي عملته بالبيت وبصل عملته مع السميق كذلك يجي طعم جد رائع يمكنكم تزيدوا الكروم يعني الكروم يعني إيشو يمكنكم تعملوا الجزر يعني أي حاجة انتم ممتوفرين عليها في البيت يعني عملوها وهنا باش ما نخرجتم من الفرن خليتوا حتى ننشف جيدا من الماء لأنه يطلق الماء كمية معقولة حتى تنشف وتحمر بهذا الشكل هذا وانا خرجتوا مباشرة من الفرن صورتوا لكم باش تشوفوا شكل ديالو هنقوم الآن بعمل صندويشات متنوعة نوريكم هنايا طرق كثيرة لتقديم الشورمة اول وحدة هنقوم بوضع الصلصة في اول فوق الخبس طرطيلة وقليل من السلطة الخيار المخلل والطماطم وقليل من البصل ونقومه بوضع المكون الاساسي اللي هو الدجاج طبية الحال اللي كيجي اكتر من الرائع والديد بزاف تحطوا كمية معقولة وتلفوا بهذا الشكل هذا وتحطوه في يا اما في المقلات تحمره قليلا او في في التاع البانيني كل واحد كيوفاش كي يحب يقدم الصحن دياله والبصل اللي مع الصماق اللي كيجي اكتر رائع والديد والخيار المخلل اي الشامبينيو حفوان مشي الشامبينيو كورنيشو والصلاة وهذا الصحن الثاني صار جاهز وهذا اللي عملتم صندويشات سنقوم بحطهم في هذه الآلة نضغط عليهم قليلا حتيت حمصوا نقدمهم بالصحة والراحة هذا هو الشكل النهائي للشاور مديانة الشاور مالبيت هي اللي كتجي اكتر اكتر من رائعة هادو من الاشكال اللي قدمتهم في الصحن بهذا الشكل هذا وصندويشات كيف شتو عملناهم وكذلك بهذا الشكل هذا بلو ما تقطعوهم فقط تحطوهم في كيس يعني عطيتكم اقتراحات الى حبيتوا تعملوهم تمنى يربي هاد الفيديو نالاعجابكم شاور ما تعجبكم طريقة تحضيرها راكتجي اكتر من رائعة لديدة بزاف والاهم من ذلك انها محضرة بالبيت بشغل ايديكم كتعافوا شنو كتاكلو تعملوها لأولادكم لكم يعني الطعم ديالها رائعة نتمنىكم تجربوها ولكنتو اول مرة كتشوفوا قناتي ما ستشاركوا فيها وكذلك بالضغط على الجرس باش يفصلكم كل موة جديد تعليقاتكم كتهمني ولذلك الاستمرارية والعطاء اكتر والان مع لي الا نقول لكم بسلامة في فيديو قريب بحول الله بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة